لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بي سلام سلام حبيبتي كاركوم دايري ان شاء الله يا ربي قاعدكم وغايا وانسوا ما تشوفوا في هذا الفيديو مرحبا بكم الزينات مرحبا بكم اشتركتي الوفيات ولها تشوفوا في قناتي الاول مرة رحب بها نقولها بينطق الدربي طالة في القناة شوفين محتوى شوفين الفيديوهات الى عجبوك معنى كي تدعمينا باشترك بتفعيل جرسك بشيط لك كل ما هو جديد وانتو محبوبتي كماراني توجر نجيب لكم جديد ما تنسوش خلونا اللي جام هكا بشي الفيديو يطلع ويدي حقه في المشاهدة ومنحش باللي التعب تعي رح باطل هذه هي اليوم ان شاء الله جيت وجبت لكم تكميلة انت كارتونة رمضان شوفوا لبنات قبل ما نبدأ لكم في الفيديو اليوم جيت نوري لكم وواش الزت معناها تسوالح اللي شريتهم وزتهم الكارتونة رمضان بالصح ما زال ما كملتها جا ان شاء الله كي نكملها جا انصورها لكم ونوريها لكم وقبل ثاني ما نبدو بينطق في المشتريات اللي كوت شريتهم باش نديرهم في كارتونة رمضان بغيت نعطيكم واحد الملاحظات ولا قولوا واحد النصائح ولا المهم بارك بغيت نقول لكم لبنات كي تبدو الدسو مش معناها انو الدسي بالكمية الزايدة هي صح يقول لك الزيادة خم النقصان بالصح يسي دسي على حساب المتطلبة تاك وعلى حساب الاحتياجات تاوعك انتيا بارك اكزامبل ممكن انا نكون هنا دسيت حاجة مثلا نيدسة شي كولا بصح انتيا ما تحتاجيهاش الاغ ما تروحيش تشيريها تكلفي روحك ودسيها بلا فايدة دسي حاجة ليتعرفي روحك انتيا تستهلكيها مثلا انا هنا حاجة منيش شريتها وانتيا تحتاجيها الاغ واخريها على روحك مطريق واش معناها كارتونة رمضان معناها انو توخري على روحك صوالح هكا باش ان شاء الله كي يجي الشهر الفاضي هي صحة لبننا شهر وكامل والدنيا رهي فانية وهذه الصور لبنات قاعدنا عارفوهم واصلا هاللي زدنا لبننا بلي كاين الموت وكاين الحياة فهمتوني على خاطر هادوك التعليقات السلبية انا نقولكم بلي كارتونة رمضان مليحة لاصحاب الدخل المتوسط ولا الضعيف انتيا لي عندهم خمس بزوز وعندهم تاني لازم يوخروا صوالح باش اكيد تعرفوا طويلة رمضان وتاني باش يديروا هاديك حبيبات قطر يفرحوا بيها وليداتهم اهلو غالمره هنا يدورها انه تكون مسييرة للميزانية تحا بالصح مسييرة مشي لدرجة انه الدسي مثلا السكر هنا انا شوفوه دل زوشكيلو في زوشكيلو هذا زوشكيلو نديرها للقهوه هكا بس كينغي اعنا لنشرب قهوه كحله ومين دكبرك الزوج تعيي يشربها وليداتي يشربوا الحليب وهذا زوشكيلو قلت ان ندسهم كاش ما ندير بهم هكا التحليات نحتاج فيهم السكر ولا لا وهادو يكفو يوفو بالصح انسيا مشي شرط تروحي الدسي إلا كنتي عيلة صغيرة دسي غزوش كيلو وإلا كنتو عيلة كبيرة ديري خمسة كيلو وهذي كي يلي يبقى لك رهب زايد بصح مشي تروحي الدسي فاردو تع سكر معناها فيه من شعفة 12 ولا 6 الكيلو المهم على البليش حالي يجي فيه الفاردو الدسي هو يقول يانين دس فيه كارتونة رمضان لا حبيبتي هذا سموه كما نقولون الاسراف معناها دسي حاشا تحتاج جيها مشي فوق الزيادة هذه بين قوسين وبالنسبة للمارغارين كما كل مرة نقول لكم انا شوفوا لبنات عندي للعام دايما نخر هذيك الباطا واللازوش تعمل مارغارين هذا ما مشي شرط الرمضان على خاطر مين داك نحتاج باش ندير القاطو ما يكونش كاين عندي نروح نجبد واشرها عندي فهمتوني البناز قالوا غذيك الباطا واللازوش توجون دينهم احتياطيين كي تحتاجوا تبغي ديري مثلا رقي خارجة رايحة كاش ما عرضوك تبغي ديري قاطو ما تحتاجيش سيختو كي من لنسا اللي كما انا ما يخرجوش يروح يشروع ما غذيك ووليدة يكون يقرو والزوج يكون خدم ما عنديش لي شريلي ما غذيك بروفيتيس وانا نكون داستة منهم نجبد احنا بالنسبة للطوماتيس طوماتيس المصبرة كايني ما يطيبوش بها شوفوا البنات انا كنت كل مرة نقول لكم الطوماتي المصبرة كانوا بنات دخلوا عندي قالوا لي احنا ينديروا المرقه البيضاء المهم هذو كل ناس شري غير قاطي صغير يكفيك ويوفيك بصح احنا يهنا يا كطرية في الغرب يبغوا المرقه حمر كاين الحريرة كاين المرقه كاين هذو قسوة نحن ديرو فيهم طوماتيس ويجبتها في القوطي وعندي واحد صغير بلكوكو معاقلين وريتاه لكم في الكارتونة المرة اللي فاتت جينا للقهوه شوفوا اللبنة نحن بغي نفاهمكم حاجة بالنسبة للقهوه كانت عندي اروما يلا لكم تذكرين الحمراء كدستة في كارتونة رمضان هذا المرقه بل ما نروح تقريب من بنهار ولا يومي نحتاجي القهوه واش ندير روح جبت من الكارتونة تاعي فهمتوني لبنة هذو المره جبت زوجو ببايت معناها غادي ندسهم وهذي كلي جبتها عندي غي نهار راهي قعدة في البلارة فهمتوني لبنة معناها القهوه انا ندير زوج انتيا شوفيه على حساب العيلة ايلا تحقوا القهوه بزا فانا وحده دستها زعمة غي احتياطية وحده هي اللي انا في الشهر دفوت جيني غي وحده برك على خاطر قتلكم القهوه غي انا اللي نشربها فهمتوني ثوما الي يجوكم دياف ولا عندكم عائلة كبيرة شيروا ربعة ودسيهم المهم على الحساب العيلة تاعك انتيا هذي هي كما قلتلكم هذو زوج غادي نديرهم في الكارتونة تع رمضان هذو ما غدش نزيد عليهم القهوه قهوه عندي هذو وبرك الى استبدلت اللي بوات بالك معناها ممكن نحتاج ندي علبة مننا ونعاود الرجاء هذيك اوكي اليوم جيت نقولكم على هذو الفلان لبنات اللي كوت وريته لكم هنما ننديل اعلان لوانو لبنات راني شريته بدراهمي قيتها في السوبيلات رح تنصرف القيتها بروموسيون قال لي هذو ثلاثة بكينزمي انا شديت اديت زوج معناها اديت هذو ثلاثة و اديت ثلاثة واحد اخرين و كنت قلتلكم في المشتريات راح نجربهم الى واشندي راح تجربت الفلان تقريبا راح ما نقول لكمش اما لي حملي 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 حميل بورسان ما نقول لكم واحد السبعين بالمئة سواصنديس بورسان هذي هي المهم انا اعجبني وملحها كان نحتاجه في التحليات قلت انوخر علبة والاخرين كنا استهلكت منهم و راح باقي لي قلو نديرهم الوليداتي من ذاك قبل رمضان اكيد وهنا بالنسبة للذورة هذا تحتاجه شريعه ما تحتاجه ما تشريش انا نقول لكم الصراحة اللي بنت شري تغيي هاد العلبة الصغيرة وهاد العلبة تكفي وتوفي على خاطر انا ما نبغيه والزوج ما يبغيه ووليداتي ما يكلوه بارك نبغي نزوق بيه السلاطة و ما نكدبش عليكم دفوي غيذني كي نقيسه كي يقعد في السلاطة يخلوه لي على هاد يبغي نشري غيه هذا صغير اونكا ويجيني ضيف في رمضان انزوق به السلاطة التاعي هذي هي هنا يرى اني نعطيكم بكل صدق مصداقية وني جاية معكم نيشان باش تفهموني غاية انتياي لا تاكلو هاد دراشر العلبة الكبيرة بالنسبة للشيكولها هاد ممكن تشروها كما ممكن تستغنوا عليها انا غادي ندير بيها التحليات و بما انو عندي قانات اوبليجي مين داك ندير تحليها مين داك نصور معاكم حاجه بالنسبة للشيكولها هاد ملاحظة بزا 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 مهمة شوفي حبيبتي إلا كنتي ميني بيزا وتستهلك الطنطومات في رمضان ننصحك شري العلبة هذيك الكبيرة تاع الطنطومات و هاد تعزيت شريغي تلا تابرك هكا باش ديري هون في السلاطة هاد مكان كيبا نقولو احنا هي السلاطة تاع الماسيدوان اوكي وإلا كنتي العكس ألغ شري البطة الكبيرة تاع الزيتر و هاد شريه ثلاثة انتع طنطومات فهمتو انا هاد و شريتهم بسا غدين نزيد نشري البطة كبيرة تكون تاع الزيت هادي هي بالنسبة للنشاء ولا لا ما يزينا تاني رغم زادوا فيها البنات سوالح شوفوا ريفي طايمون قاع رغم زادوا فيهم البنات على هذي اللي كانت دستة وخرت على روحها نقولها تحية على خطر وخرتي على روحك بزاف وهنا يا جينا الزبيب شوفوا اللي بنات زبيب راه فيه لي موديل ودي كاليتي فهمتوني كاي هاد المارون كايليجي نوار كايليجي حبته كبيرة كايليجي صغير كايليجي لصفر المهم وثمنتعة شوفوا كايينتع صون 20 ميل وكايينتع سبعين الف كايينتع واحد قال لي وقي لها خانسة سعين الف المهم على حساب انتيا الى ما كنتش قادر انه جي بي كيلو مرة على مرة اخطفي مثلا شري خطرة 20 ميل خطرة شري 30 ميل وخرهم على جهة ودسهم مام البرقوق ولا العينة كل واحد كيفاش يسميه المهم باش تديروا الطاجين الحلو ميندك وخر على روحك كل مرة توخري شوية احتى تلقي روحك لميتي كمية لبس بيها هذه نصيحة ولا التدبيرة للبنات اللي لهم عادة مبتدئات ولا لاصحاب الدخل الضعف ميندك وخر شوية وان شاء الله في الشهر الفاضي لكي قرب رمضان اللهم بلغنا رمضان لا فاقيدين ولا مف تلقي كمية لبس بها بالنسبة للفارينا شوفوا لبنات هنا برقق اقضبني شوية عجز شوفوا هنا هي هادية خمسة كيلو كنت شاريتها وهذا الشهر بالكشفتوا في المشتريات الغداء ايا راني وريت لكم شريت 10 كيلو وان الفارينا باقيت لي معناها الرمضان راني دست هادية خمسة كيلو للحلوة وتعشرة كيلو دستها للمملاحات هنا عجز باش نوريهم لكم في زوج الوغ وريت لكم هادي والزوجاء تاني راني دستها على خطر اني دارتهم في الايليمو عجز باش نجبدها الم المهم ان شاء الله تكون وصلتكم الفكرة على غفارينا انا ما غادش نزيد نشري ابقى لي غي سميد وهنا يا المفقود ولا اللي راه في عائلة البحث اللي هو الزيت تصدقوني لبنات شط باش لقيت هاد القرعة تعزيت انا كداسة بالصحيح تاجيت واحد الوقت والزيت كان مكتوع جبت اللي كداساته على غننصحكم لها هادية قرعة غير تخليها وما تكتروش لبنات على خطر قالوا ممكن يكون مستوك زع ما كاي الناس قال لك راها دست ولا اصحاب هادو كل زلبية وشمية ولا الاسبوع القاعد يوقا هادو قل لك راهم دايدين الازمة والله اعلم هي انو المامو راه متوفر برك عاود رجع ناقص كما كان لغانا هادي باش لقيتها صدقوني والله العظم حتى شط المهم هادي راني صاي دستيتها رمضان قال لي متجبدي هاش الزوج قال لي خليها رمضان هكا باش ما باش ما كيشغل مايقوتش غي حوص ويعاود ورا عندي القرعة اللي غادي نكمل بها شهر هذا واكيد الاحتاجي تنزيد غي زوجيترو بزاف عليا ان شاء الله لبنات تكونوا استفدتوا من الفيديو وتعنها اليوم ان شاء الله كن وصلت لكم الفكرة والمعلومة تكون لحقت الى هنا حبوباتي نكون وصلت معكم الى نهاية الفيديو التاعيت عنها اليوم نقولكم ما تنسوناش ليجان بارتاشونا الفيديو الماكسيم وما احباباتكم مع العيلة باش تعمل الفائدة على جميع باش تحمسوني ونزيد نجيب لكم كل ما هو جديد ترقبوا لبنات فيديوهات والارواح عن قريب ان شاء الله رايح انشاركها معكم خلولي في التعليق وشاركوا باغيني انديلكم في الفيديو القادم عطوني افكاركم وراكم واصلين تان انتم في كارتونة رمضان هكا نستفادوا كامل مع بعض الى هنا مبقى لغير استودعكم الله الى فيديو اخر سلام